القمر بالعربي وصفحتي سقر نضال أبو قمر بالإنجليزي الدال على الخير كفاعل يا أخوان الدال على الخير كفاعل والله علاج فوري علاج فوري لأي وجع عظم ظهرك وأنا مجربها مشان الله يا هالولاد بترج يدك روح جوه علاج فوري علاج فوري بإذن الله وإرادة ربنا بإذن الله وإرادة ربنا ماسك التلفون هالولد وإيده بترج زاحب تطلح حوالي علاج فوري خلينا نطبق مع بعضنا خلينا نطبقها مع بعضنا يا شمس يا شمس تعالي يا شمس يا حبايبي الله يرضى عليكم يا حبايبي الله يرضى عليك الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير خذها الخلطة وادعيلي بظهر الغيب والله ما بدي منك لا ناقة ولا جمل لا بدي منك لا ناقة ولا جمل بس اتعلم الطريقة اللي عنده وجع بظهره يكتب تم اللي عنده وجع برقبته يكتب تم اللي عنده وجع بكتابه يكتب تم اللي عنده وجع بركبه يكتب تم اللي عنده وجع بكواع ايديه يكتب تم اللي عنده وجع بكفة ايده واصابع ايديه يكتب تم اللي عنده وجع بأسفل ظهره يكتب تم اللي عنده وجع بزره يكتب دم اللي عنده وجع بعظامه كله يكتب تم اللي دائما حيل ومهدود يكتب تم خلينا مبلش مع بعضنا قبل لا يبرض الملح وبتمنى من الجميع ما بدي منك غير بس انك تبعث منش انسان مريض بس وانا سامح لأي واحد يسحب هذه الحلقة وينشرها وينما بدك ينشرها لوجه الله تعالى انا سامح لأي واحد يسحب الحلقة عن صفحتي نضال قمر بالعربي وصفحتي صقر نضال ابو قمر بالانجليزي نقول بسم الله ونصلي على النبي مع بعض نقول بسم الله ونصلي على النبي مع بعضنا يلا نقول بسم الله ونصلي على النبي مع بعض يلا اللي جاهز يقول بسم الله اول اشي جبنا الملح اللي حبت الفلفل السود حبت البركة وصخناها عن النار لما خلينا مادة اليوج اللي بالملح والزيت اللي في حبت البركة والمادة اللي في حبت السودا يختلطن مع بعضها يختلطن مع بعضهم المادة هاي هي نفسها اللي بتعالج كل هذي السوليف اللي عندك الأوجاء اللي عنده وجع راس رح أقول لك وين تكوي نقول بسم الله رح نبلش الكوية مع بعضنا وإن شاء الله الشفاء العاجل أول شي بنجيب فوطة أو بشكير أو شو بتسميها بدولتك من وين بتتبعني كل واحد يقول لي من وين بتتبعني عشان أقول له شو اسم الفلفل الأسوى طبعا لازم يغلي غلي بنحطه بالفوطة طبعا هذا برد لأني بحكي معاكم بس بنحاول نخليه يغلي غلي أحسن كل ما كان حامي هاي الفوطة يا أخوان بتخلي واحد يمسك الفوطة إلك كويس لأنه إذا كان الملح حامي وفلت الملح على جسمك بحرقة هاي الفوطة يا أخوان هاي الفوط تمسك رجلك من هون هاي رجلك من هون بتضلك تكوي فيها بتضلك تكوي في بطلة رجلك من تحت بتظلك تكوي برجلك من تحت طبعا هي مش حامية كثير لازم تكون تغلي غلي بتظلك تكوي برجلك بتظلك تكوي برجلك لحد كيف دك تعرف انه الله بلاشي عافي فيك وانت بتكوي برجلك وانت بتكوي برجلك بصير معك شغلة وحدة اللي هو اشارة انك انت بليشت تتعافى تجيك اشارة وحدة اذا مش من الكوي الاولى من الكوي الثاني إذا مش من الجلسة الأولى من الجلسة الثانية اللي هو بيصير عندك هون مية على جبينك وإنت بتكوي في ظهر رجلك من تحت بطن رجلك بيصير عندك هون مية زي العرق كل ما زاد العرق يطلع من جبينك كل ما قاعد الوجع بيطلع من أعظامك هذا بيكون برد الأعظام هذا بيكون برد أعظامك وبيطلع البرد من الأعظام ومن النخاء الشوكي من داخل العظم كل ما شديت على إيدك وإنت بتكوي كل ما شديت على ايدك كل ما كان العلاج افضل هذا طبعا المنطقة هاي بتعالج كل الجسم هاي المنطقة بتعالج كل الجسم هسا اذا بدك تعالج عندك العظام كاملة العظام كاملة بتكوي رجلك من فوق وبتكوي هاي المنطقة هاي المنطقة حاول تكويها مزبوط هاي المنطقة تكويها مزبوط اللي هي الرماني هاي وهذا العصب كامل شايف هذا العصب هاي العصب هذا العصب بيحرك كل جسمه تكوي العصب من هو والله يا أخوان أنا لني دكتور ولني طبيب أعشاب أنا هاي الشغلات كان جدي يعمل إنا إياها وإحنا صغار ونتعافى ونتطيب وأنا عملتها كثير بحياتي وأمري ما احتجت إني أروح أضرب إبر للدكاتر بتكوي هاي بتكوي الرمانة على اليمين والرمانة على الشمال هذه لكل الأوجاء اللي بجسمه هاي لكل الأوجاء اللي بجسمه لكن إذا في عندك وجع صداع بالرأس إذا عندك صداع بالرأس إفهم علي الخطأ مش كويس نف الكاميرا علي الخطأ مش كويس أبوش إذا عندك صداع بالرأس ودائما متكرر هذا الصداع بتخليها تبرد شوي وبتكوي هاي المنطقة اللي براسك هاي فيه هنا دائما فيه شعرات بلفن شايف هاي وسط الراس فيه شعرات دائما بلفن بظل إن يلفن يا يمين يا يشمال بتكوي الراس بس مش مرة وحدة بتظل تحق شوي وتحط شوي او تحط. لما تصير تتحملها بتكبس. في لحظة عشان تعرف ان الوجع بلس يطلع من رأسك بيصير ينزل من خشمك زي المية بيصير ينزل من خشمك زي المية. هذه المية اللي بتنزل من خشمك. هذه المية اللي كانت هون عبارة عن اشياء من الرشحة من الانفلونزة من الاشياء القديمة من استنشاقك للمواد الخام لريحة الدخان لريحة السيارات عشقت في هاي المنطقة. في لحظة انت ما حطيت المادة هاي على رأسك. كل المادة هاي تحللت ونزلت على شكل مي ففتحت عندك الجيوب. طبعا الجيوب متصلة مع العين مع الاذن مع الخشم مع الثم. كل هالجيوب متصلة مع بعضها. حتى متصلة مع الدماغ. وفي هذه المنطقة في هذه المنطقة في الكاشف. الكاشف تاع الجهاز كامل للجسم. يعني الكاشف هذا فيه هون كمبيوتر للجسم. وفيه هون كمبيوتر للجسم. هسا رح نيجع الكمبيوتر ها. خلصنا الكمبيوتر اللي هون خلصنا هذا الكمبيوتر وخلصنا الكمبيوتر الثاني ظل معانا الكمبيوتر الثالث اللي هو غصن ال اي اللي عنده توتر في الاعصاب ودائما اعصابه متوترة يكوي ايده من هون يكوي ايده من هون مش هون ولا هون يكوي هاي المنطقة يكوي هاي المنطقة المثلث يكوي هذا المثلث يكوي هذا المثلث يكوي يكوي من برة ومن جوة كوي من بره ومن جوه مدة العلاج يا أخوان 41 يوم صباحا فقط مدة العلاج 41 يوم صباحا فقط طبعا هاي المادة ما بتخرب بتضلك نفسها تصخنها نفسها